السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء رقم 2 من الفصل الثامن هنتكلم على الاين اينا كاربايت دياجرام الاين اينا كاربايت دياجرام بنلاقي ان احنا عند الـ X-axis عندنا الاين اينا كاربايت كومبزيشن وماكسيمام كاربون هنا عندنا 6.67% كاربون عندنا على الـ Y-axis عندنا temperature سواء كانت بيئة الفهرنهايت او بيئة دي سانتيجريت هنشوف عندي تأسيمات الصلب عندي بدايته لغاية 2% كاربون يعتبر صلب بعد كده عندي الكاستاير وسمناه كاستاير لانه لما بتزيد فيه نسبة الكاربون بيبقى صعب بتشكيله بالطرق والصحب وبالتالي بيبقى غير قابل لتركوا الصحب والتالي الطريقة الوحيدة لتصنيعه هي الكاستنج عشان كده سمناه كاستاير لما ادي اشوف السنجل فيزس اللي عندي اللي عندي طبعاً لكويد فوق عندي أوستنايت اللي هي الجاما عندي فرايت اللي هي الألفا وعندي هنا بيرلايت اللي هو عبارة عن فرايت وسيمينتايت بعد كده عندي هنا عندي برضو هنا بيرلايت وسيمينتايت في المنطقة دي وعندي درجات حرارة مختلفة لرياكشنز مختلفة زي ما هنشوفها في حينها تعالوا نشوف الفيزس اللي عندي أبصي لها عندي دلتا ودي عبارة عن صوليد سيليوشن أوف كبر في الآيرن ودي بتبقى بي سي سي أما الجاما فاسمها أوستنايت وده صوليد سيليوشن من الكربون في الآيرن ودي الكريسر بتاعها F-C-C والكربون فيها ما بيزيتش عن 2% أما F-A3-C ودي نسميها سيمين تاي ودي عبارة أيضاً عن صوليد سيليوشن من الكربون في الآيرن أما الألفا فنسمىه في الرايق ودي solid solution أيضا من الكربون في الائر والcrystal structure بتاعها بيوبي بي سي سي